هل دخل السوداني بيت العنكبوت؟ اخترت هذا العنوان بعدما كنت تابع وأطلع مثل غيري على القرارات المهمة والتي وصفت بالجريئة وهي فعلا جريئة بعد أن اتخذ قرار بسحب الحمايات المبالغ بها استقطاع 2 مليون ونص من الدرجات والرئاسات سحب ومنع استيجار طائرات خاصة للرئاسات الثلاثة أو العلاج خارج إطار الدولة على نفقة الدولة وأيضا إلغاء 20 سفارة لا توجد بها عراقيين أيضا سحب قائمة سفراء من 80 سفير كانت قد قدمت في الحكومة السابقة للتصويت عليها وحزمة قرارات أخرى لا أتذكرها أو قد تأتي قرارات أخرى بالفعل هذه القرارات تصيب بعضا أو أغلب القوى السياسية المهمة وهنا أنا أعتقد السوداني بدأ أو يحاول أن يشبه نفسه أو طموحاته أو تمنياته هذه القرارات أولا هل ستصدر بها أو صدرت بها كتب رسمية أم أنها ما زالت مجرد أمنيات ستكون في المستقبل وإذا ما أصبحت حقيقة هل ستجد لها الأرضية المناسبة للتطبيق لأن أنا كنت قد قلت وغير اتفق معي أو أنا اتفقت مع غيري أنه القرارات ممكن أن تصدر ولكن الحاكم الحاذق الذكي الفاهم الذي يعرف كيف تجري الأمور عليه أولا أن يهيئ الأرضية قبل أن يطلق القرار لأنك ستكون بمواجهة آخرين كنا دائما نمن النفس أن نجد رجالا رجال دولة يحترمون الحكومة والدولة والشعب الذي يقودونه ويقدسون المال العام ويعملون بشرف عندما نذكر أسماءهم نتفاخر بهم هذا اليوم والعالم كله شاهد ما الذي يرى في قطر وكيف هذه المنطقة والشعب العربي الذي نحييه بفخر على ما احتفل به اليوم من أنه قدم نموذجا جميلا حالما بروية عربية إسلامية وبتنظيم جميل جدا هذا الحاكم اللي تفتخر به مو الحاكم اللي مقضى عمره النهار كله أنت سني أنت شيعي أنت كردي هاي حستي ذي شمال طفلاني وبقتلكم بلد بمئات المليارات من الدولارات لما الحاكم يطلع يسولف أمام الناس يسولف عدة منجز قطر كلها بقد الكرخ تعداد مدينة الصدر أكثر من 6 ملايين وقطر اللي وحدها مليونين أو 940 ألف نسمة هذا الحاكم اللي أنت تفتخر به عندما يقدم شعبه إلى العالم وعندما يحسب إلى الأمام أنا كل دينار اللي يجي الولد بعدما طالع من القاسة حطه بالجيب ولما تقعد تسولف وياهم يسول لك الهورمارك والزور خواشي ويتحدثون عن مظلوميتهم وكأنهم قد ظلمهم الزمن أكثر مما ظلمه آل البيت ولذلك قلنا جماعاتنا بطل تكونوا كلمانقية سيروا رجال دولة وشوفوا العالم إشلون يشتغل قطر بأقل من ربع من واردات العراق سوت بلد وانتوا خيرات بلد تكفي قارات تركتوا شعبه جوعان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر